بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني العزاء أهلا في هذا الشرح الجديد على قناة أسرار اليوم مع وحدة التحكم الخاصة بمكيفات كريستور إخواني أو مكيف كيوا أو مكيفات ميديا سوف نشرحها بالتفصيل كيفية تبديل من وضعي التسخين إلى التبريد كيفية قفل وحدة التحكم كيفية تحويل من وحدة القياس فيهرانهايت إلى الوحدة القياس المئوية إخواني كافة الأزرار كافة الأسرار سوف نكشفها في هذا الفيديو إخواني فتابعوني حتى الأخير هذا الزر ON-OFF هو لتشغيل وإطفاء المكيف زر واضح ننتقل إلى الزر الموالي وزر مود هو الأهم زر في وحدة التحكم تختار منه الوضعية التي تريد للمكيف أن يشتغل عليها أول وضعية كما تلاحظون مكتوبة أوتو هنا معناه أن المكيف سوف يشتغل أوتوماتيكيا إذا كان الجو حار سوف يشتغل تبريد إذا كان الجو بارد سوف يشتغل تسخين بوضعية أوتوماتيكية نضغط مرة أخرى على زر مود تظهر علامة الثلج هنا مكتوب تحتها كلمة كول معناها أنها وضعية التبريد في فصل الصيف تختار درجة الحرارة المناسبة من الأسهم وأقل درجة حرارة في التبريد هي 16 درجة ودائما أحسن درجة في التكييف من ناحية استهلاك الكهرباء هي بين 24 و 25 درجة نضغط مرة أخرى تظهر كلمة دري هنا وعلامة قطرة الماء هذه وضعية امتصاص الرطوبة من داخل الغرفة يعني المكيف يشتغل تبريد بشكل عادي مع خاصية امتصاص الرطوبة من داخل الغرفة محبب للمناطق السحلية التي تكثر فيها الرطوبة شغل هذا المود إذا حسست برطوبة زائدة المود الآخر نضغط مرة أخرى تظهر علامة الشمس مع كلمة هيت هذه هي وضعية التسخين في فصل الشتاء إخواني الأعزاء تختار درجة حرارة المناسبة في التسخين دائما تكون أكثر من 24 25 حتى 30 درجة وهي أقصى درجة في التسخين نضغط مرة أخرى على زر مود ننتقل إلى المود المواليد تظهر علامة المروحة هنا مع كلمة فان تحتها تعني هذه أن المكيف سوف يشتغل مروحة داخلية وفقط بدون تبريد بدون تسخين يعني تشغل المكيف كأنه مروحة لا يشتغل كومبريسور في الخارج ننتقل إلى الزر الموالي إخواني علامة الهلال أو سليب هذه وضعية النوم تشغل في الليل حين الضغط عليها تظهر علامة الهلال هنا يعني المكيف سوف يشتغل بأقل ضوضاء بدون ضوضاء وكذلك استهلاق قليل الكهرباء مع خاصية أخرى أنه يرفع درجة الحرارة درجة واحدة كل ساعة على الدرجة التي اخترتها مثلا اخترت 22 بعد ساعة سوف تصبح 23 بعد ساعة 24 حتى تصل إلى 26 درجة وذلك تماشيا مع حارات الجو ليلا لأنها تنخفض قليلا لكي لا يصيبك المرض ولا يستهلك الكثير من الكهرباء ويكون يشتغل في هدوء ويكون نوم مريح إخواني زر سات هذا حين الضغط عليه تظهر هذه إشارة هنا كما تلاحظون إشارة رجل في الأعلى سوف أوضحها لكم إخواني تضغط على زر سات يعني خاصية التتبع وتصبح وحدة التحكم تعمل كمقياس لدرجة الحرارة لاحظوا أنا أغير درجة الحرارة فتتحول وتعطيني درجة حرارة الغرفة لأن فيها حساس يتحسد درجة الحرارة من الخلف يعني يمكنك العمل بها كمقياس لدرجة الحرارة تقيس حرارة الغرفة لاحظوا حين أغير درجة الحرارة سوف تتحول وتعطيني درجة حرارة الغرفة والخاصية الأخرى إخواني أنها خاصية تتبع يعني المكيف سوف يعمل على هذه الحرارة التي قاصها من وحدة التحكم وليست الحرارة التي أعطيتها أنت أو اخترتها أنت يعني خاصية التتبع القياس الذي قاصته وحدة التحكم هو الذي سوف يعمل عليها المكيف لإزالتها اضغط على سيد ثم اضغط على أوكي تزيلها علامة الساعة إخواني هي لتشغيل المكيف بالوقت يعني المكيف يشتغل هو يشتغل تريد أن ينطفئ في وقت معين تضغط على علامة الساعة توجي وحدة التحكم للمكيف وهو يشتغل من الأسهم تختار الساعة هنا ساعة ونصف ساعتين ثلاث ساعات يعني تختار الوقت الذي تريده هنا تضغط على أوكي فتختار الساعة تظهر علامة أوف في شاشة وحدة التحكم معناه حين تنقذتك الساعتين أو ثلاث ساعت التي اخترتها سوف ينطفئ المكيف لوحده دون تدخل يمكنك الخلود للنوم وضبطه أن ينطفئ بعد ساعة سوف ينطفئ دون تدخل للمكيف لتشغيل المكيف بالوقت يعني يشتغل لوحده أطفئ وحدة التحكم يعني أطفئ المكيف ثم اذهب علامة ساعة واختر الساعة التي تريد المكيف أن يشتغل فيها أو الوقت الذي تريد المكيف أن يشتغل فيه مثلا اخترنا ثلاث ساعات أربع ساعات وضغطنا على كلمة أوكي تثبت علامة في شاشة وحدة التحكم معناه أنت أطفئ المكيف تخرج من المنزل حين العودة ستجده اشتغل بعد مرور ربع ساعات لوحده دون تدخل منك هذا فيما يخص زر الساعة هذه علامة المروحة إخواني هنا للتحكم في سرعات المروحة الداخلية كما تلاحظون هذه العلامات تتحكم في سرعة المروحة الداخلية سرعة متوسطة سرعة أوتوماتيكية كما تلاحظون تظهر علامة أوتو هنا معناه سرعة أوتوماتيكية هنا سرعة ضعيفة سرعة متوسطة وهكذا زر السوينغ هو للتحكم في شفارة توجيه الهواء من الأعلى إلى الأسفل كما تلاحظون تظهر هذه الإشارة هنا يعمل بشكل أوتوماتيكي يصعد وينزل تضغط مرة أخرى إخواني تثبت الشفارة في الأعلى كما تلاحظون يظهر الخط هنا في الأعلى هنا بشكل أوتوماتيكي تضغط مرة أخرى فتثبتها في المنتصف أو في الأسفل يعني حسب حاجتك أنت زر النجمة هذا هو لحفظ البرامج اخواني او الوضعيات يعني اي وضعية محببة عندك مثلا اخترت وضعية التبريد واخترت درجة حرارة مناسبة وسرعة مروحة مناسبة يعني الوضع المحبب عندك وتريد ان تحفظه والعودة اليه بسرعة مثلا هنا عدلت على سرعة المروحة درجة حرارة اخترت وضعية التبريد تضغط على زر النجمة مطولا فيحفظ هذا البرنامج اخواني الاعزاء يعني اذا اتى شخص اخر وقام بالعبث بوحدة التحكم ولم تعرف العودة الى الموضع المحبب عندك الذي تريده فتضغط على زر النجمة فقط مرة فيعود الموضع الذي اخترته وقمت بحفظه من قبل اخواني كما تلاحظون يعني لمن يختلط عليهم الامر قم بحفظ البرنامج والعودة اليه بالضغط على النجمة فقط اذا اردت ازالة هذا البرنامج وحفظ برنامج اخر تضغط مطولا على زر النجمة فيحفظ البرنامج الثاني لاحظ مثلا اغير هنا وضعية التسخين واختار درس حرارة اخرى او اي برنامج اخر اضغط مطولا على زر النجمة فيحفظ البرنامج التالي زر تيربو هو لتبريد سريع إخواني تظهر هذه العلامة هنا يعني إذا دخلت الغرفة وجدت حرارة عالية اضغط على زر تيربو ليعمل المكيف بأقصى طاقة ممكنة ليبرد الغرفة في أقصى وقت ممكن يستهلك كثير من الكهرباء شغله لساعة فقط أو ساعتين ثم قم بإزالته زر ليد هو حين الضغط عليه لإطفاء أضواء شاشة المكيف لمن تزعجهم الأضواء والأرقام ليلا لا يستطيعون النوم اضغط على زر ليد المكيف يبقى يعمل بشكل عادي مع انتفاء الأضواء واقتفاء الأرقام زر كلين هو للتنظيف الذاتي إخواني حين الضغط عليه لاحظوا تظهر هذه الإشارة هنا معناه تنظيف ذاتي للمكيف نظيف نفسه ذاتيا لمدة حوالي نصف ساعة ثم ينطفئ لوحده دائما قم بإطفاء المكيف وتكون خارج أنت من الغرفة قم بالضغط على زر كلين لبداية التنظيف الذاتي استعملها مرة في الشهر أو مرتين لإزالة الغبار والتنظيف ذاتيا لقفل وحدة التحكم إخواني تقوم بالضغط على زر تيربو وزر كلين معا لاحظوا علامة القفل بين هذه القفلين يعني الضغط عليهما مطولا بهذا الشكل لمدة حوالي خمس ثواني تقفل وحدة التحكم لكي لا يعبث بها الأطفال ولا يغيروا أي برنامج تبقى ضغط على الزرين معا لمدة حوالي أربع إلى خمس ثواني بهذا الشكل تظهر علامة القفل هنا كما تلاحظون يعني وحدة التحكم هنا مقفلة لا يمكن العمل بها ولا تعمل مع المكيف لإزالة القفل إخواني تضغط أيضا مرة أخرى مطولا على الزرين فتزول علامة القفل من وحدة التحكم معناه أن وحدة التحكم غير مقفلة لمن يريدون التبديل من وحدة القياس درجة المئوية إلى الفهرانهايت إخواني تضغط على السهمين الخاصة بتعديل درجة حرارة مطولا كما تلاحظون فتتغير إلى وحدة القياس فهرانهايت إذا أردت إرجاعها إلى وحدة القياس درجة المئوية تضغط أيضا مطولا على السهمين فتتحول إلى وحدة قياس درجة مئوية هناك ما تتغير معهم ولا يعرفون ارجعها أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذا الشرح شكرا لكم على الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته